مرحبا بكم من في رحلة آسرة عبر كهف هرقلا بالمغرب حيث نكتشف أسراره الغامضة يقع هذا الكهف القديم على بعد مسافة قصيرة من مدينة طنجة النابضة بالحياة ويحمل الجمال والغموض معا انغمس في عجائب كهف هرقلا المغربي وهو مزيج آسر من التاريخ والأساطير والجمال الطبيعي هذا الكهف المثير للاهتمام والذي سمي على اسم البطل اليوناني القديم هرقل غارق في حكايات المغامرة والغموض انه مكان يتشابك فيه الواقع مع الأساطير مما يثير خيال كل زائر يغامر في أعماقه تقع مغارة هرقل بالقرب من رأس سبارتيل على بعد 14 كم غرب طنجة بالمغرب يطل هذا الكهف الرائع على مياه المحيط الأطلسي المضطربة ويعد جزءا لا يتجزأ من التنوع الجغرافي للبلاد موقعه ليس استراتيجيا فقط من حيث جمالياته ولكنه أيضا بمثابة رمز قوي للتراث الثقافي الغني للمغرب على مر التاريخ لعبت مغارة هرقل دورا نحوريا في تشكيل الهوية المغربية يعتقد المؤرخون أنها كانت في يوم من الأيام مسكنا للبشر الأوائل منا يجعلها موقعا أثاريا مهما علاوة على ذلك يعتبر البربر المحليون الكهف مكانا مقدسا يشيدون فيه بأسلافهم إنه بمثابة شهادة على ماضي المغرب القديم ومنارة لتاريخه الغني مغارة هرقل ليست مجرد كنز تاريخي بل هي تحفة جيولوجية أيضا إن ميزاتها الفريدة التي منحتها الطبيعة على مدى آلاف السنين تجعلها أعجوبة تستحق المشاهدة بدءا من الهوابط والصواعد التي تزين ديكوراته الداخلية وحتى الصورة الظلية الأيقونية لخريطة إفريقيا التي تشكلها فتحة الكهف فإن كل جانب من جوانب جيولوجيته مذهل كما أن الأسطير والأسطير التي تحيط بكهف هرقل مقنعة تماما وفقا لإحدى الأسطير الشائعة عاش هرقل ونام في هذا الكهف قبل أن يقوم بأعماله الاثنية عشر لقد ترسخت هذه الأسطورة في الثقافة المحلية مما جعل الكهف رمزا للقوة والشجاعة والتحمل تضيف هذه القصص المتوارثة من جيل إلى جيل جوا من الغموض والسحر إلى هذا الكهف الاستثمائي قصة هرقل متشابكة بعمق مع كهف هرقل وفقا للتقاليد القديمة من المفترض أن هذا الشخص الأسطوري المعروف بقوته الهائلة ومغامراته البعيدة المد استراح داخل هذا الكهف بعد إكمال أعماله الاثنية عشر الشقة كما تقول الأسطورة نام هرقل في هذا الكهف بالذات قبل الشروع في إنجازه الأكثر جرأة وهو استعادة التفاح الذهبي من هسبيريدز والذي يقال إنه شمل أطلس سلسلة الجبال التي يعد المغرب جزءا منها يعد مغارة هرقل جزءا لا يتجزأ من الثقافة والفولكلور المغربي وهو ليس مجرد أعجوبة جغرافية ولكنه أيضا رمز لتاريخ البلاد وأسطيرها النابضة بالحياة إن ارتباط الكهف بهرقل وهو شخصية مشهورة في الأسطير اليونانية والرومانية جعله بمثابة محك ثقافي يحظى باحترام عميق ويتم الإشارة إليه بشكل متكرر في تقاليد رواية القصص المغربية يعد كهف هرقل بمثابة كنز دفين من الأكتشافة الأثرية على مر السنين تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية في أعماقها مما يوفر معلومات قيمة عن الحضارات القديمة التي كانت تزين هذه الأراضي يعد تكوين وتطور كهف هرقل قصة رائعة تعود إلى العصر الحجري الحديث على مدى آلاف السنين أدت حركة البحر والرياح إلى نحت الكهف في شكله الحالي مما خلق منظرا طبيعيا آسرا من الهوابط والصواعد وبالإضافة إلى أهميته التاريخية والثقافية يقدم الكهف أيضا لمحة فريدة عن العمليات الجيولوجية التي شكلت المنطقة من الكهف يستمتع الزوار بالمناظر الرائعة التي تخطف الأنفاس إن افتتاح الكهف الأيقوني الذي يشبه بشكل ملحوظ القارة الإفريقية يطل على المحيط الأطلسي اللازوردي وبينما تصطدم الأمواج بالشاطئ الصخري يمكن للزوار أن يتعجبوا من جمال الطبيعة بينما يستمتعون بأجواء الكهف التاريخية المنظر من وجهة النظر هذه هو مزيج ساحر من الطبيعة والأساطير يشتهر مغارة هراقل بافتتاحيته المميزة التي تشبه بشكل ملحوظ شكل القارة الإفريقية لقد فتنت هذه الظاهرة الطبيعية التي يمكن رؤيتها من البحر عددا لا يخصى من الزوار والسكان المحليين على حد سواء إن التشابه لافت للنظر لدرجة أنه حفز العديد من الأساطير والخرافات التي تربط الكهف بتاريخ القارة الإفريقية وثقافتها يحتل مغارة هراقل مكانة همة في التاريخ المغربي إنها ليست مجرد أعجوبة جيولوجية ولكنها أيضا نقطة جذب سياحية في كل عام يتوافد الآلاف من السياح وعلماء الآثار وعشاق التاريخ إلى هذا الموقع ليتعجبوا من عظمته مناظر الكهف المذهلة وتكوينه الفريد وتاريخه المثير تجعل منه نقطة جذب لا بد من زيارتها في المغرب يعد كهف هراقل مركزا مزدهرا للتنوع البيولوجي فهي موطن لمجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات وبعضها فريد من نوعه لنظامها البيئي يضم الكهف أيضا العديد من أنواع الخففيش مما يزيد من جاذبيته الغامضة وفي الكهف وما حوله يمكن للزوار مراقبة أنواع مختلفة من الطيور والحشرات والحياة البحرية لا يمكن التقليل من الأهمية الروحية لكهف هراقل بالنسبة للسكان المحليين فهو مكان للعبادة والتبجيل وتحيط الأساطير والأساطير القديمة بالكهف حيث تحكي قصص هراقل وهو نائم في الكهف بعد أن أنهى أعماله والواحد اثنين وقد أدى هذا الارتباط الروحي إلى أن يكون الكهف موقعا لمختلف الطقوس والاحتفالات الوصول إلى كهف هراقل هو مغامرة بحد ذاتها تقع المغارة على بعد حوالي أربع عشر كيلو مترا غرب طنجت ويمكن الوصول إليها عن طريق البر أو البحر تعد وسائل النقل العام أو المركبات الخاصة أو الجولات المصحوبة بمرشدين من أكثر الطرق شيوعا للوصول إلى هناك وتوفر الرحلة مناظر خلابة للساحل المغربي مما يجعل الرحلة تجربة لا تنسى إن اختيار الوقت المثالي لزيارة كهف هراقل يمكن أن يجعل تجربتك أكثر سحرا الكعف مفتوح طوال العام ولكنه جميل بشكل خاص خلال أشهر الربيع والخريف خلال هذه المواسم تكون المناظر الطبيعية المحيطة بها نابضة بالحياة والمناخ معتدل مما يجعل الاستكشاف مريحا زيارتك إلى مغارة هراقل ستكون مغامرة نليئة بالعجب والرهبة في اللحظة التي تدخل فيها سيتم الترحيب بك بهواء الكهف البارد والمناظر الرائعة للهوابط والصواعد كلما تعمقت أكثر فإن الأصداء الناعمة لخطواتك وقطرات الماء اللطيفة من سقف الكهف تضيف إلى الجو الغامض ستجد في قلب الكهف غرفا نخفية وممرات سرية تؤدي هذه الممرات إلى أجزاء مختلفة من الكهف كل منها أكثر سحرا من سابقتها بعض المناطق ضيقة وتتطلب التنقل الدقيق ولكن الجهد المبذول يستحق ذلك لأنها غالبا ما تؤدي إلى مناظر خلابة للجزء الداخلي من الكهف لا يعد كهف هرقل مجرد أعجوبة جغرافية ولكنه أيضا مكان غارق في الحكايات والطقوس القديمة ويعتقد أن الكهف كان مكانا مقدسا تقام فيه الطقوس وكثيرا ارتبطت هذه الطقوس بعبادة البطل اليوناني هرق الذي سمي الكهف باسمه العلاقة بين كهف هرقل والأساطير اليونانية لا يمكن إنكارها وفقا للأسطورة استراح هرقل في هذا الكهف بعد أن أكمل أعماله الاثمية عشر يشار إلى الكهف غالبا باسم مخبأ هرقل ويعتقد الكثيرون أن روح البطل العظيم لا تزال تسكن داخل جدرانه إن تأثير مغارة هرقل على الأدب المغربي عميق كان هذا الكهف الأسطوري بمثابة خلفية للعديد من القصص والقصائد التي تجسد أسرار وجاذبية الأساطير القديمة لقد ألهمت هالة الكهف الغامضة ثروة من الصور السردية التي ترمز إلى كل من البطولية والخارقة للطبيعة والإنسانية والإلهية لقد كانت جهود الحفظ والمحافظة على كهف هرقل كبيرة وإدراكاً للأهمية التاريخية والثقافية للكهف تعاونت السلطات المحلية والمنظمات الدولية لحماية هذا الكنز الطبيعي وتشمل الجهود تقييد الأنشطة البشرية الضرة وتعزيز السياحة المسؤولة وإجراء صيانة دورية للحفاظ على السلامة الهيكلية للكهف كان كهف هرقل أيضاً بمثابة مكان لعرض الأفلام والأفلام الوثائقية إن ميزاتها الجغرافية الفريدة وتاريخها الرائع تجعلها موقعاً مثالياً لسرد القصص السينمائية من الأعمال الدرامية التاريخية إلى الأفلام الوثائقية عن الطبيعة توفر المناظر الطبيعية الدرامية للكهف والأجواء الغامضة خلفية آسرة تبهر الجماهير في جميع أنحاء العالم إن غروب الشمس وشروق الشمس الساحرين في كهف هرقل هو حقاً مشهد يستحق المشاهدة إن الطريقة التي يتراقص بها الضوء على جدران الكهف تخلق مشهداً من الألوان التي تترك الزوار في حالة من الرهبة توفر فتحة الكهف ذات الشكل الإفريقي وجهة نظر فريدة لمشاهدة هذه الظواهر الطبيعية اليومية يحمل كهف هرقل أهمية اقتصادية هائلة للمجتمع المحلي مما يضمن تدفقاً مستمراً للدخل من خلال السياحة إنه ليس موقعاً أثرياً وتاريخياً فحسب بل إنه أيضاً شريان حياة اقتصادي حيث تزدهر الشركات المحلية بسبب تدفق السياح من جميع أنحاء العالم تستفيد متاجر الهدايا التذكارية والمرشدون السياحيون المحليون والمطاعم من هذه الأعجوبة الطبيعية التي تجتذب عدداً كبيراً من الزوار كل عام أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في كهف هرقل هي أسطورة هرقل النائم وفقاً للفوركلور المحلي من المفترض أن هرقل كان ينام في هذا الكهف قبل أن ينفذ عمله الحادي عشر وهو جلب التفاح الذهبي من حديقة هسبيريدز تضيف هذه الأسطورة طبقة صوفية إلى الكهف مما يجعلها نقطة اهتمام لكل من هوات التاريخ وعشاق الأسطير لقى يعتبر كهف هرقل أحد عجائب المغرب الطبيعية وهو شهادة على المعالم الجغرافية الغنية والمتنوعة للبلاد بفضل فتحة الكهف المميزة ذات الشكل الإفريقي وإطلالته الرائعة على المحيط الأطلسي يعد الكهف مشهدا يستحق المشاهدة تساهم المناظر الطبيعية المحيطة أيضا في جاذبيتها حيث تخلق المنحدرات الوعرة والبحر الأزرق الهادئ منظرا دانوراميا خلادا ومن المثير للاهتمام أن هناك فرضية تربط بين كهف هرقل ومدينة تلكسي المفقودة وهي الأسطورة التي أبهرت المؤرخين وعلماء الآثار لعدة قرون ويعتقد البعض أن الكهف قد يحمل أدلة حول هذه الحضارة القديمة مما يزيد من جاذبيته تستمر هذه النظريات رغم عدم إثباتها في جذب الباحثين عن الفضول من جميع أنحاء العالم إلى هذا الموقع الآسر يعد كهف هرقل أعجوبة جيولوجية حيث توفر تكويناته رؤية آسرة لتاريخ الأرض تروي الهوابط والصواعد التي تشكلت على مدى آلاف السنين قصة قديمة عن الزمن والتحول يحمل كل تكوين بأنماطه وأشكاله الفريدة أهمية جيولوجية كبيرة ويكشف أسرار حول التغيرات المنافية والتطور الجيولوجي في المنطقة إن كهف هرقل ليس مجرد أعجوبة طبيعية إنه موقع أثري ذو أهمية كبيرة وقد أثارت الأهمية التاريخية للكهف وخصائصه الجيولوجية الفريدة تهتمام علماء الآثار والجيولوجيين من جميع أنحاء العالم هناك اعتقاد متزايد بأن الكهف يحمل العديد من الأسرار في انتظار أن يتم كشفها من خلال الاستكشافات المستقبلية ويلعب مغارة هرقل دوراً أساسياً في الترويج للسياحة المغربية يجذب جاذبيتها الساحرة هوة التاريخ والباحثين عن المغامرة ومحب الطبيعة من جميع أنحاء العالم فهي لا تساهم في النسيج الغني للثقافة والفولكلور المغربي فحسب بل توفر أيضاً دفعة اقتصادية كبيرة تساعد الإيرادات الناتجة عن السياحة في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الاقتصاد وتوفير مصدر رزق للكثيرين كموقع أثري تظهر الآفاق المستقبلية لكهف هرقل إنكانات هائلة تعد الحفريات والدراسات الجارية باكتشاف المزيد عن أهميتها التاريخية وعجائبها الجيولوجية يمكن أن تقدم النتائج رؤى قيمة حول الحضارات القديمة التي سكنت المنطقة ذات يوم مما يزيد من إثراء فهمنا للتاريخ البشري والعشاق التاريخ والطبيعة يعد كهف هرقل مكاناً لا بد من زيارته توفر شبكة غرف الكهف المعقدة إلى جانب المناظر الخلابة للمحيط الأطلسي مغامرة لا مثيل لها سواء أكان الأمر يتعلق بإثارة استكشاف المجهول أو هدوء الطبيعة المحيطة أو الرغبة في السير على خط الأسطير فمن المؤكد أن كهف هرقل سيترك انطباعاً دائماً شكراً على المشاهدة ولا تنسى الاشتراك في قناتنا لمزيد من الاستكشافات الممتعة لعجائب العالم الخفية